لكل ما المعنى بدء العمل بطريقة الدروبشيبنج على موقع ايبي عليه التعامل مع وثائق العمل على الموقع وهي البيزنس بوليسيز على موقع ايبي وفي هذا الفيديو سأشرح كيف سنعرف وثائق العمل أين سنجدها وكيف نتعامل معها بشكل صحيح مرحبا أنا رد عازم محاضر ومستشار في مجال التجارة الالكترونية وثائق العمل على موقع ايبي تستعمل لتسهيل العمل لكل من يتعامل في مجال الدروبشيبنج هذا هو السبب الأساسي السبب الثاني هو البرامج التلقائية مثل يابالي تريبل مارس التي عملت عنها سلسلة فيديوهات كاملة في القناة لكل من لم يشاهد السلسلة ستكون مبينة هنا في أعلى الفيديو أو في وصف الفيديو وجميع البرامج التلقائية الأخرى التي تتطلب منا تعريف فثائق عمل لذلك مهم جدا أن نعرف فثائق العمل فثائق العمل مقسمة لثلاث أقصام وثيقة الشحن الشيبينج بوليسي من خلالها نعرف خدمة الشحن المناسبة ونعرف وقت تجهيز الرزمة والدول التي سنشحن إليها والتي سنتعامل معها والدول التي لن نتعامل معها الوثيقة الثانية هو وثيقة الدفع من خلالها نعرف إمكانيات الدفع للمشتريين والتي هي عادة بيبل الوثيقة الثالثة هي وثيقة الإرجاع نعرف مدة الإرجاع المتاحة للمشتريين لإرجاع المنتج هيا بنا ننتقل لموقع إيبي وأريكم أين يمكنكم إيجاد البيزنس بوليسيز وكيف نعرفها بشكل صحيح أنا الآن موجود على موقع جوجل محرك البحث جوجل وللدخول للبيزنس بوليسيز وثائق العمل على موقع إيبي أو للاشتراك بها علينا كتابة إيبي بيزنس بوليسي على جوجل وندخل للنتيجة الأولى سأدخله للنتيجة الأولى ومن ثم سأنتقل لهذه الصفحة لكل من مشترك من قبل في البزنس بوليسي عليه الدخول لبيزنس بوليسي لكل من لم يشترك بعد في البزنس بوليسي عليه الضغط على أوبت إن الاشتراك على البزنس بوليسي ومن ثم الدخول مرة أخرى لهذا الرابط والدخول للبيزنس بوليسي سأضغط على بزنس بوليسي وسينكلنا لوثائق العمل المعرفة في حسابي على موقع إيبي طبعا هنا سيطلب اسم المستخدم وكلمة السر لحسابي وأدخلوا للحساب مفضل قبل الضغط على الرابط الدخول لحساب إيبي في نافذة جديدة ومن ثم الضغط على رابط بيزنس بوليسيز طيب وانا الان موجود في البيزنس بوليسي للحساب سأنزل الى تحت وكما نرا هنا يوجد عدة وثائق عمل التي هي الـ Payment كما تعلمنا عنها والـ Shipping والـ Return عادة الـ Payment والـ Return هي الثابتة لأننا جميعنا نتعامل في وثيقة عمل الدفع هي Paypal ولتعريف وثيقة الدفع علينا الضغط على Create Policy ونعرف هنا وثائق العمل الـ Payment وهي وثيقة الدفع الـ Return وثيقة الإرجاع والـ Shipping وثيقة الشحن فسنبدأ في الـ Payment سأضغط على Payment لأريكم كيف يمكنكم إنشاء وثيقة الدفع قبل أن ننشئ الوثائق أريد أن أقول ملاحظة مهمة إذا يوجد ديكم هنا معرف وثيقة معينة لا يمكنكم تعرفها مرة أخرى في نفس المؤطيات إيبي لن يعطيكم هذه الإمكانية فتأكدوا من الوثائق المعرفة هنا ممكن أنكم ستستخدمونها فتخلت لـ Payment وهذه هي Payment نعرف اسم معين لكي نتعرف عليها نضغط هنا على Paypal ونعرف هنا البريد الإلكتروني أو الأنوان الإلكتروني المعرف في Paypal وإذا نحن سنتعامل في طريقة Buy It Now نضغط على Required Emility Payment When Buyer Uses Buy It Now إذا نحن سنتعامل في Auction لا نعرف هذه الإمكانية وهذه هي أيضا إمكانية الدفع أخرى نحن لا نتعامل معها عادة نحن نتعامل فقط مع Paypal فلا نعرف أي من هذه البنوط ونضغط على Save هكذا نحفظ وثيقة الدفع سأرجع لبثائك العمل ومن ثم نعرف فثيقة الأرجاء الريترون ضغطت عليها وهنا نعرف اسم Policy Name اسم للوثيقة وصف نحن غير مجبرين لتعرف أي شيء هنا وهنا نعرف Demistic Return Accepted أي المحليون أي يقصد هنا الأمريكيون لأننا نحن في eB.com يمكنهم إرجاع المنتج خلال 30 يوم كما نرى هنا 30 days من يوم وصول المنتج إليه وتكلفة الشحن Return shipping will be pay by the buyer تكلفة الشحن ستكون على المشتري وليس على التاجر إذا أنتم تبعثون أيضا لخارج أمريكا ستضطروا لتعريف International Return Accepted علينا تعريفها وهنا أيضا نعرف 30 يوم وهنا المشتري الباير حتى لو لم تعرفوا Return Policy لحسابكم أنتم مجبرين إذا أحد المشتريين طلب الإرجاع أنتم مجبرين للقبول في هذه الطلبية لأنه eB يجبرنا لإرجاع أي منتج المشتري يطلبه للإرجاع خلال 30 يوم من يوم وصول المنتج للمشتري عند الانتهاء من تعريف Return Policy تضطرون على Save وتحفظ الوثيقة سأرجع لوثائك العمل وعادة كما ذكرت الPain into Return هي ثابتة لا تتغير الشيء الذي يتغير دائما هو Shipping الشيبينج يتغير حسب المصدر الذي تتعامل معه إذا أنتم تتعاملوا في شحن من بلادكم فستكون ملائم هنا خدمات الشحن ملائمة لشركة الشحن التي تتعامل معها في بلادكم إذا أنتم تتعاملوا مع أمازون ستكون خدمة ملائمة لخدمات أمازون أو علي إكسبرس أي من الصين فدائما اعرفوا ما هي خدمة الشحن التي ستتعاملوا معها لكي تعرفوها بطريقة صحيحة سأدخل لوثيقة الشحن وهنا نعرف اسم إذا أنا سأتعامل مع أمازون فهنا عادة سأعرف ونفترض أمازون شيبينج بوليسي إذا أنا أتعامل مع أليكسبرس أو بانجود سأكتب هنا بانجود شيبينج بوليسي أو أليكسبرس شيبينج بوليسي سأنزل إلى تحت وهنا علي تعريف الدوميستيك شيبينج ونتبهوا أنها إجبارية أي لا يمكنني أن لا أشحن لأمريكا هنا دوميستيك محلي أي يقصد لأمريكا لأننا في ebay.com فهنا نعرف flat same cost all buyers دائما وهنا نعرف خدمة الشحن الذي نتعامل معها الخدمات كما ذكرت تتغير حسب خدمة الشحن الذي ستتعاملوا معها عادة أنا أعرف أو UPS سوبر بوست أو UPS ground هي أسرع خدمات شحن وهنا نعرف التكلفة وهنا نعرف free shipping إذا نريد أن يكون الشحن مجاني عادة إذا نحن نتعامل في drop shipping سيكون الشحن مجاني لذلك أعرف free shipping handling time عادة يومين أو ثلاثة أيام أنا عادة أعرف يومين وهنا بال international shipping لا نعرف هذا البند إذا نحن نتعامل مع أمازون لأنه أمازون لا يشحن خارج خارج بلاده خارج أمريكا إذا نحن نتعامل مع AliExpress سنفتح هذه الإمكانية وامتح هذه الإمكانية ونضغط على flat same cost all buyers ونعرف وثيقة الشحن المناسبة لباقي دول العالم هنا من ثم ننزل إلى تحت shipping grade tables لأنتم غير مجبرين لتعرف أي شيء ونضغط على create exclusion list ونعرف الدول التي لا نريد أن نشحن إليها في حالة إذا نحن نتعامل مع موقع أمازون كمصدر نحن سنحذف جميع الدول سنعلم جميع الدول هذه أي دولة تعلمونها هنا ستحدث ولا يمكنهم رؤية صفحة مبيعاتكم أو الشحن إليهم هنا يوجد القارات وداخلها يوجد الدول إذا تريدون دولة معينة أن لا تشحنوا إليها وليس القارة بأكملها من ثم تضغطوا على apply لكي تحفظوا الدول التي هنا عرفناها من ثم نضغط على save وهكذا تعرفوا هنا وثائق الشحن سهل جدا عملية بسيطة جدا يمكنكم تعرف هنا جميع أي وثيقة تريدون تبهوا هنا لعدد وثائق الشحن التي لديك كما ذكرت الpayment ستكون نوعين إذا أنتم تتعاملوا مع auction نعلم هنا auction وإذا أنتم تتعاملوا مع buy it now تعرفون buy it now والسؤالي لهذا الفيديو في أي مواضيع أخرى تستصعب خلال عملك في البيع على موقع eBay أو dropshipping أو حتى Amazon اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول جاهدان مساعدتك سأراك في فيديو آخر اشتركوا في القناة